مع تنامي حالات إسناد كثير من المسلمين لكل ما يصيبهم من أمراض وأعراض إلى القن والسحر ما حقيقة إمكانية تأثير القن على الإنس من الناحية الشرعية وما الأدلة على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب رحمتك اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم أما بعد فإن من الحقائق المسلمة في هذه الحياة مما يستند إلى أدلة شرعية كثيرة ومما تواطعت عليه كلمة جماهير أهل العلم أن الجن حقيقة في هذه الحياة فهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى وهذا مع كونه من المسلمات إلا أن الناس اختلفوا في مسألة ما إذا كان يمكن أن يكون للجن تأثير في حياة البشر هذا التأثير سواء كان بجلب مصالح لهم أو بدفع مضار عنهم لكننا ننطلق من الحقيقة الأولى وهي كون وجود الجن حقيقة إلى حقيقة أخرى وهي أنهم مكلفون فالجن خلق من خلق الله تعالى أمروا بعبادة الله عز وجل وتوحيده فالله عز وجل يقول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مما يؤكد أن للجن بمختلف أصنافهم وأنواعهم في هذه الحياة وظيفة وهذه الوظيفة تتمثل في عبادة الله عز وجل لأنهم متعبدون بذلك ومكلفون ولهذا فإن لهم شغلا بعبادة الله عز وجل وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبنشر الخير فيما بينهم كما يفهم من شأن الإنس أيضا ولهم بعد ذلك من أعمالهم وأسواقهم وما يحتاجون إليه مما دلت عليه أدلة في مجمل ما نفهمه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقودنا إلى القضية الأصل التي هي محل البحث وهي إمكانية تأثير الجن في الإنس وتأثير الإنس في الجن والجواب باختصار أن ذلك ممكن فالإنس يمكن أن يؤثر في الجن كما أن للجن تأثيرا أيضا في الإنس وكما أن الإنس أيضا مشغولون بعبادة الله عز وجل وبأعباء هذه الحياة وبمسؤولياتهم فيها فإن الجن أيضا مشغولون وكما أن الإنس ليس من شأنهم القصد إلى مضارة الجن فإن لنا أن نفهم أيضا أن الجن في الأصل ليس من مقاصدهم الاشتغال بمضارة الإنس اللهم إلا أن توجد بواعث أو أسباب داخلية أو خارجية وبعد فهمنا لهذه الحقائق ننتقل إلى بيان الأدلة الشرعية الدالة على إمكان هذا التأثير من ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فهذه الآية شبهت آكل الربا بإنسان مضطرب في أحواله يقوم ويسرع فيسقط بالطراب حركة وعدم انتظام صحة وأسندت هذه الحالة إلى أن سببها تخبط الإنسان تخبط الشيطان لهذا الإنسان من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس بعض أهل العلم يرى أن هذا التشبيه إنما هو صورة متخيلة في أذهان المخاطبين الذين نزل فيهم القرآن فهم يتصورون أن المصروع إنما يرجع سبب إصابته بالصرع إلى مس من الشيطان فنزل القرآن وفقا لهذه الصورة المتهيأة المتخيلة في أذهانهم لكنه لا يعني بالضرورة عند هؤلاء وهم قلة من أهل العلم لا يعني بالضرورة أن تكون الصورة صحيحة في ذاتها وإنما نزلت وفقا لما يتخيله ويتوهمه المخاطبون وهؤلاء هم أغلب المعتزلة وبعض الفقهاء من المتقدمين وبعض المتأخرين من أهل العلم لكن جماهير العلماء تستند إلى هذه الآية مع آيات أخرى للدلالة على إمكانية تأثير الجن على صحة هذا الإنسان وإصابته بضر ومن ذلك أيضا قول الله تعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولكي نفهم الدليل الشرعية أو موضع الدليل في هذه الآية الكريمة فإنه لا بد لنا من أن ننظر في سياقها الذي وردت فيه وفي تفسير مجمل معناها أما السياق فهو سياق العتاب على اليهود من أهل الكتاب ونظرا لأن اليهود كانوا يعتقدون ولا يزالون يعتقدون في نبي الله سليمان أنه ليس بنبي وأن ما كان قد أوتي إياه من آيات إنما هو ضروب من السحر متبعين في ذلك ما كانت تتلوه الشياطين فوصف الله عز وجل أهل الكتاب اليهود من أهل الكتاب في صدر الآية بأنهم اتبعوا ما كانت تتلوه الشياطين على ملك سليمان وليما كانت الشياطين تتلو على ملك سليمان للناس أن ذلك إنما هو من السحر لأن الشياطين كانوا قد سخروا لسليمان فكما قص لنا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فلما كانت حالتهم كذلك في عهد سليمان عليه السلام فإنهم أرادوا أن يشوهوا هذه الحقيقة فنشروا في الناس أن الذي كان عليه سليمان إنما هو ضرب من السحر وتبنى اليهود بعد ذلك مقولة هؤلاء واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ورد الله عز وجل عليهم هذا المعتقد الباطل قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ثم عطف وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وأقرب الأقوال في هاروت وماروت إما أن يكون ملكين كما هي القراءة المشهورة اختارهم الله عز وجل ليعلم الناس هذه الطرق الخفية فيتبين للناس تقوم الحجة على الناس في أن الذي كان عليه سليمان عليه السلام ليس ضربا من السحر لأنه مختلف عن السحر الذي يعلمه الناس أو أن يكون رجلين بلغا في الصلاح والتقوى والزهد والقرب من الله عز وجل إلى أن وصفا أنهما كالملكين وهذا تؤيده قراءة ملكين لكن عملهما واحد أي يتفق مع التفسير السابق في أنهما أوعز إليهما أن يعلما الناس الطرق الخفية والوسائل التي يستطيع الناس من تمييز السحر من النبوة والوحي الذي كان قد أكرم به سليمان عليه السلام وما آتاه الله تعالى إياه من الملك ففي هذا السياق يأتي القرآن الكريم فيقول ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فدل ذلك على أنه يمكن أن يكون للسحر ولبعض الطرق الخفية تأثيرا في إمكانية التفريق بين المرء وزوجه وإذا ثبت إمكان تأثير الجن أو السحر في إحداث تفريق بين المرء وزوجه جاز وساغى أن يكون هذا التأثير شاملا لجوانب أخرى ثم قال الله سبحانه وتعالى وما ثم قال الله تبارك وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وفي هذا رد على الذين قالوا بأن هذه الصورة إنما نزلت أي هذه الصورة التي يرسمها القرآن الكريم إنما نزلت بناء على صورة متخيلة متوهمة عند المخاطبين لأن الحقيقة بتتبع آيات الكتاب العزيز يظهر أن القرآن الكريم لا يقر الصور التي يظنها المخاطبون في أذهانهم إن لم تكن موافقة للحق والصواب بل إن القرآن يبادر إلى تصحيحها كما صحح ظن هؤلاء في سليمان وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وكما صحح أيضا اعتقاداتهم الخاطئة في أن ذات السحر وأفعال الجان والشياطين لها تأثير بذاتها فرد ذلك بقوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فهذا دليل آخر يضاف إلى الآية السابقة ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران وهذه تحتمل التأثير بالإيحاء والوسوسة للإضلال عن طرق الهداية والصلاح والاستقامة كما تحتمل أيضا ما تورثه الحيرة من الاضطراب النفسي المؤدي إلى اضطراب الصحة والانفعال لتلك الحالة النفسية المضطربة أما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أيضا كثيرة لكن سنأتي لها اتباعا لكن قبل ذلك أيضا أذكر ببعض الآيات أيضا من كتاب الله عز وجل ومنها المعوذتان فكلا السورتين إنما تعلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمان المؤمنين من بعده كيف يستعيدون أن يلتجئون إلى الله عز وجل ويتحصنون من كل أنواع الشرور وفيها شر النفاثات في العقد وهن السواحر التي ينفخن في العقد لعمل السحر لإحداث الإضرار به وكيف يتحصنون ويلتجئون بكلمات الله التامة من شر الجنة والناس فلو لم يكن للجنة إمكان إحداث ضر وأذى في الناس لما كانت هناك حاجة إلى تعليم هذه الاستعاذات لكن الذي ينبغي أن نفهمه أن المؤمن الذي رضي بالله تعالى ربا وتملك الإيمان جوانح قلبه فهو في حصن وأمان بفعل إيمانه بالله تبارك وتعالى هو ليس بالغرض السهل الذي تقتنصه تقتنصه مرضة الجن والشياطين هو في حرز وأمان من الله عز وجل إلا أنه يمكن أن يبتلى لينظر في حاله أيصبر ويتعلق بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى ما أمره به أم أنه ييأس ويقنط ويبتعد عن منهج الله تعالى القويم فيقع أسيرا للخرافات والأوهام والأساطير ولهذا كان من صميم ما أمرنا به هو عين ما أمرت به الأمم السابقة فمما أمر الله تعالى به الأمم خاص لا سيما ما أمر به بني إسرائيل أن يأخذ الكتاب بقوة وأخذ الكتاب بقوة فسره أهل العلم أن ذلك يعني قوة النفس والإيمان فإن تعليم الكتاب الذي أوحي إليهم لا ينبغي أن تأخذ بتردد وشك واضطراب نفس بل لا بد أن تتلقى بحزم وإيمان راسخ وطمأنينة نفس وإقبال على ما فيها هذا هو الذي يجعل من نفس المؤمن أو يجعل نفس المؤمن في وقاية وجنة من أن تتخطفها أغوال الجن والشياطين ترجمة نانسي قنقر